موسيقى أهلا بكم تبنت الجزائر استراتيجية الانتقال الطاقوي لإستغلال الطاقات المتجددة منذ حوالي سبع سنوات لكن لحد اليوم لم تحقق تطورا ملموسا ما هي الأهداف الاستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة؟ لماذا تأخرت الجزائر في تبني خيار الانتقال الطاقوي؟ وكيف يجب أن تكون خارطة طريق هذا الانتقال؟ ما هي العوائق التي تواجه الجزائر؟ ولماذا لم تصل إلى ما حققته الدول المجاورة؟ ما هو أثر تنفيذ استراتيجية الانتقال الطاقوي على الاقتصاد الوطني؟ لهذه التساؤلات أجوبة وبرهين نستفيد فيها مع ضيفي حلقة اليوم من مدار الاقتصاد السيد سعيد الضياف نائب مدير مركز تنمية الطاقات المتجددة أهلا وسهلا بك شكرا أهلا بكم ومعنا أيضا السيد توفيق الدكتور توفيق حسني خبير في الطاقات المتجددة أهلا وسهلا بك السلام عليكم أهلا بكم شكرا على تلبية الدعوة إذن قبل النقاش نتابع تقرير وسيم عالم ثم نعود إنتاج 22 ألف ميجاوات من الكهرباء من مصادر مستدمة في أفاق 2030 هدف طموح حديد في برنامج تطوير الطاقة المتجددة الذي يطلق سنة 2011 لكن بعد سبع سنوات لأطلاق المشروع الحصيلة لا تزال هزيلة حيث لا تتعدى كمية الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر نظيفة الأربعمائة ميجاوات واقع يضع الحكومة أمام تحدي تدارك التأخر لبلوغ أهداف استراتيجية وطنية للطاقة المتجددة من خلال إطلاق مشاريع إنجاز محطات توليد الطاقة من مصادر متجددة في أقرب الأجال مع تكتيف الاستثمار في تكنولوجيات الطاقة الخضراء واستدراكا للتأخر في تجديد المشروع أعلن وزير الطاقة مصطفى جيتوني عن إطلاق مناقصة وطنية لإنجاز محطة إنتاج بقدرة 150 ميجاوات في الأيام القليلة القادمة جهود تعزيز استخدامات الطاقة النظيفة صحبتها تحدث حقيبة وزارية مكلفة بالبيئة والطاقات المتجددة كما أوكلت تجسيد المشروع لشركة كهرباء وطاقات متجددة أحد فروع مجمع سونالغاز ابتداء من سنة 2013 تجسيد أهداف الاستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة يضمن الاستقلالية الطاقوية ويولد ديناميكية لتطوير الاقتصادي عبر غرس الصناعات المنشئة للثروة والشغل وضمن احتياجات الطاقوية والمحافظة على البيئة أهلا بكم من جديد أبدأ معكم سيد دياف بداية وقبل الخوف في استراتيجية الانتقال الطاقوي دعنا نبسط مفهوم الانتقال الطاقوي شكرا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين قبل كل شيء أشكركم على هذه الدعوة لمناقشة موضوع أهم لتعلق بالطاقات المتجددة والاستراتيجية المتبعة في الجزائر أما فيما يخص السؤالكم الانتقال الطاقوي هو الانتقال الطاقوي هو مفهوم الذي يقصد به بداية يظهر في جوية 2009 و2010 يقصد به التحول من نموذج طاقوي الذي يعتمد على الطاقات الأحفورية لزيناجي فوسيل إلى نموذج يعتمد طاقوي يعتمد على طاقة جديدة يعني اليوم نلاحظ في كل العالم مثلا رايحين يديروا هذه النموذج الطاقوي الذي يعتمد على طاقة جديدة هذه المفهومة عن الانتقال الطاقوي نعم شكرا لك دكتور حسني لو تحدثنا عن إمكانيات الجزائر من الطاقات المتجددة ما هي هذه الإمكانيات؟ بسم الله الرحمن الرحيم لما نتكلم على التقاوي وبدنا نتكلم على الانتقال التقاوي لابد وعشر الآخ على النموذج لاستهلاك التقاوي ولما نتثبت هذا النموذج لابد نتركزه على الموارد التقاوية اللي رايحين موجودة في البلاد ما هي هذه الموارد؟ لحد الآن رايحين تركزه ما يخص إنتاج الكهربائي على الغاز الطبيعي فقط ولما نمجد نمجد بنفس الشيء لابد يخص بعين الاحتياجات والاستهلاك التقاوي على أفاق 2030 2030 2050 نعم رؤية اللي رايح تشوفها الحكومة طيب نعم ولكن لما نتركوا في هذا الفكر أو فيها استراتيجية يجبنا نكونوا مرتاحين وهذا ترجعنا للمشاكل طيب سنعود للمشاكل التي تواجهها والعوائق التي تواجهها الجزائر سأعود إليك في هذه النقطة نبقى في الإمكانيات أستاذ لو تحدثنا فقط عن الإمكانيات يعني وش هي الإمكانيات متاع الجزائر من الطاقات المتجددة إن كانت طبيعية نتحدث هنا طبعا الآن الجميع رأوا على فهم اللي ما يخص التاقات موارد التاقوية تعالجزائر مبنية لحد الآن على المحروقات ولكن المعلومة الأخيرة اللي راهي الآن بثت في جميع العالم هي أن الجزائر عندها قدرة تاقوية شمسية حرارية الأكبر في العالم وهذا الشيء نقدر نضاف إليها التاقات التارية الأولية لكن لا يوجد بالنفس المستوى وكين أيضا الحظ للتاقات النووية نعم طيب سأعود إليك سيد ضياف هل هناك دراسة أو بحث يحدد كمية الطاقة الكهربائية التي يمكن إنتاجها من خلال هذه الإمكانيات الطبيعية التي ذكرها طاقة كهربائية نعم نعم نحن في مركز دراسة أو بحث يحدد كمية الطاقة التي ستنتج على مستوى مركز تنمية الطاقة المتجددة عندنا بحوث في هذا المجال يعني أولا ونبدأ قبل كل شيء نبدأ بتقييم تقييم البوتنسيال والله الحقل يديه عنده المردود دعو نعم بتنسيال إنرجيتيك في كما قال ميسيو حسني يعني في الجانب الشمسي وفي الجانب الرياح في الجانب الشمسي مثلا نلاحظوا باللي في الجزائر هناك يعني كمية البوتنسيال إنرجيتيك في الصولير في اليوم بين خمسة وسبعة كيلو وات تير بار متر كاري نعم في العام عنا حتى توصل حتى 1700-2600 كيلو وات تير بار متر كاري نعم وش يمثل هذي يمثل يعني بوتنسيال إنورم هذه من الجانب الشمسي أما في الجانب الرياح فنلاحظ أن هناك مقدور يعني حدد في دراسة قامت بها باحثة على مستوى المركز نعم حوالي 37 تيرا وات تير يعني مثلة في الجزائر بكاملة المعظم كامل في الجنوب وكذلك ما ننسى وشو سي هناك البوتنسيال ليهم الحرارة الجوفية فالجزائر عندها بزاف للمنابع الحرارية الموجودة خاصة في الشمال وفي الجنوب كما الناس كل تعرف يعني عندنا إمكانيات هائلة عندنا إمكانيات هائلة من حيات البوتنسيال طيب أتوجه إليك دكتور حسني في ظل هذه الإمكانيات الضخمة لماذا تم حصر إنتاج الطاقة الكهربائية من برنامج الطاقات المتجددة في 22 ألف ميجاوات بنظر للإمكانيات التي ذكرها والإمكانيات التي تتوفر عليها الجزائر لماذا تم حصر كمية إنتاج الطاقة الكهربائية من برنامج الطاقات المتجددة الذي شرع فيه أفق 2030 في 22 ألف ميجاوات نعم 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 الآن نجمنا لنفهمه بلي كان معلومات في هذا الوقت اللي كانت شبه كافية بالواقع اللي كان موجود في هذا الوقت بالصح ما نجمنا لنساوي بلي في الجزائر النوم في الاستهلاك الحق المستوى غير معقول الآن كان تقريبا 10% في النوم في الاستهلاك الكهربائي فقط في هذا الوقت لصونة الغاز الضغط كبير عليها نعم وكانت لابد باش تطور جميع الإمكانيات في الإنتاج الكهربائي باش لابد طلب للي الحق لهذا المستوى نعم والحل الوحيد اللي كان موجود اللي كان أسهل لها هي استعمال الغاز ومحرك التربين على غاز باش لابد طلب لكن بإمكاننا عفوا للمقاطع لكن بإمكاننا أن ننتج أكثر من 22 ألف ميجاوات بالنظر لإمكانيات التي تحوز عليها الجزائر لماذا تم حصر هذه إذننا نفهم إذننا نفهم بلي أنا أكد تكلمي على كيف نقدر اللبي الأهداف ل باش نلحق 22 جيجاوات يعني 22 ألف ميجاوات منها لسنة 2030 نعم لن نحق لازمنا نفهم حاليا قدرة سونة الغاز ما يخص لاستعمال الغاز الطبيعي رايه الدور في 18 ألف ميجاوات باش نكون على مستوى المعلومات ولان طلبنا من سونة الغاز في هذا كالوقت باش تقوم بتربية البرنامج 22 ألف ميجاوات من الجهة من الجهة الأخرى كانت عندها ضغط كابير قلت لك الاستيالك يزيد أكثر من 10% غير ما يدخل بالعقل باش نفهم من الحل الوحيد لبقاءة السونة الغاز هي تطور الأمكانيات إنتاج بالغاز الطبيعي كان أسهل عليها باش تقوم بهذا التلبية من الجهة الأخرى أولوية هي قبل كل شي تلبية الاستهلاك الاحتياجات الاحتياجات فيما يخص التاقة الاستثمار سيكلف كثير من الجهة من الجهة الأخرى يلزم تك موارد بشرية لأن التكنولوجيا جديدة لا نستطيع هذا كان هذا هو المشكل طيب سأعود إليك هنا تذكر سيد نعم تفضل السؤال كان 22 جيجا وعليه 22 جيجا فقط بس كنشوف حني 22 جيجا برابور وش كين من الابوصنس انستالي في الطاقات الأحفورية اللي هي دروك أبو بري 18 تنك دي سي 2030 تكون أبو بري سادي بان كنشوف 70 80 90 وش يمثلكم انتاج من 22 جيجا هذي 27 في المياه 27 في المياه تعتبر نسبة كبيرة تذكر دروك الألمان اللي هي أول دولة مثلا عندها النسبة تح دروك وصل 30 32 بس كن مشكلة التاقات المتجددة بس كن تاقات غير ثابتة متغيرة وبالتالي تتعود متغيرة لتنجيبتها في الرزو في الشبك لكن قدرات الجزائر أكبر من قدرات ألمانيا في هذا المجر مشكلة خلاف في الشبك الكهربائي تنجيبتها طاقة متغيرة عليطوار المشكلة تتعود للشبك الكهربائي لا تستطيع تتحكم فيه أي دولة عندها إمكانيات كاملة تضع 100% في الوقت الحالي لا تستطيع هنا لو تحدثنا عن الإستراتيجية بين الجانب بين التطبيقي والنظري هل لدينا الإمكانيات لتطبيق هنا ذكر السيد إلى سيدة وفيق نقص الإمكانيات هل لدينا الإمكانيات لتطبيق كل ما ورد في خارطة الطريق على أرض الواقع على أرض الواقع يعني 22 جيجا حتى دي سي 2030 من المستحيل كنشوف وحنا المشروع هذه 22 جيجا وين المرحلة الأولى من 2015 حتى 2020 أليد 5 جيجا أبريد 5 جيجا نحن نظرك في 2018 حوالي 400 ميجاوات ليس 1 جيجا نعم يعني في حال استمرار العمل بهذه الواتيرة لا نستطيع دكتور حسني فيما يتعلق باستراتيجية الانتقال التقوي هل نحن في الطريقة الصحيح بالنظر إلى القدرة الانتاجية التي حققناها بعد ثلاث سنوات منذ الانطلاق هل نحن في تكلمنا العراقية دينا نتكلمنا بعض من العراقية لكن العراقية المهمة هي في النقل الكهربائي الآن يعني الشبكة بتاع النقل مشين عن التوزيع كان الفرق ما بين الشبكة النقل هي اللي تنقل الكهربائي بقوة والشبكة التوزيع هي اللي تلبيه طالب تاع المستهلكين في المستوى نعم المشكلة تاعنا راه مربوط الآن بالشبكة تاع النقل الكهربائي لراه لحقة الأمكانية تاعها الأقصى غير ممكن باش نزيد يعني إنتاج أكثر من اللي هو موجود حاليا بدون ما نطوروا الشبكة النقل الكهربائي هذه المشكلة الأول لأن لما نبغو نروح للمثال للأخ يعني هي هو يتكلم على إنتاج موزع هذه سياسة أوروبا إذن نفهم ما كاش نمجد استهلاكي ولا مزيج تقوي على مستوى العالم كل بلاد عند اقتصي التحو وعلى حسب إمكانياتها طبعا طبعا على حسب الإمكانيات وتطور خبرة والإمكانيات نعم في أوروبا هم ما عندهم مش حظ تاع القدرة الشمسية اللي عمنا طاقة الشمسية نعم لزمت لهم باش يوزعوا الإنتاج على يدروا السقف الديار هذا في الفوتوفولتايك ويوزعوا ثاني الإنتاج تاع الرياح تاع الريوليان ولكن هذا يصدر مشكلة آخر هي كيف تسيير هذه الإنتاجات اللي راي موزعة والاستهلاك اللي راي هو يتغير من المكان الآخر ما لهم راي مطوروا واش يقولوا سمارت قريد يعني لغزو انتليجا هذا راي راي يكلف ويطلق تكنولوجيا وتحكم على هذا التكنولوجيا وتكسيب التكنولوجيا تاع استعمال هذا وهذا هو مشكل آخر في تطوير البرنامج طيب في رأيك لا يمكن تحقيق هدف 22000 ميجاوات في الآفاق المحددة لا نقول نقول باللي الآن قلت لك كل بلغة عندها الاقتصاصية بتاع استهلاك نتحدث هنا عن الجزائر يعني نرجع للجزائر باش نقول لك الاقتصاص تاع الجزائر استهلاك بتاعنا 90% من المواطنين موجودين في الشمال والإنتاج راح يكون في الجنوب يعني زمن النقل ألف كيلومات وهذا ما يقدر يكون إلا بالشبكة النقل وين مشي النقل بكيميات قليلة كيميرات في أوروبا طيب حتى يتم التوزيع بصفة متعادلة نقل يعني تقريب هذا 20 ميجاوات من الجنوب إلى الشمال هذا ما اطلب لناش هذا كالسمرت غريد اللي كان يتكلم هذا الشي اللي راح يسهل علينا الأمور بالطريقة الأخرى راح يطلب لنا باش نطوروا قدرة تناول الإمكانيات قدرة التقاوية أكبر من هرانا تطلب أكثر من 22 ألف ميجاوات هذا سيد لماذا تأخرت الجزائر في تطوير الطاقات المتجددة مقارنة بدول الجوار رغم أنها كانت من السباقين في البحث في مجال الطاقات المستدامة في مجال في مجال الطاقات المتجددة الموضوع التي حدت من 1954 1954 موجود الفرن الشمسي الموجود في بوزرعة وين كان المركز تنمية الطاقة المتجددة في وقت الاستعمار تمام بعد ذلك في سنوات ثمانيين وهذه كان مشاريع كثيرة بس حتى خص لسيستام صغار هذا ما يسمى ببرنامج وين كان يعملوا مثلا في الصحراء يجعلوا الإنسان لا يحمل في الطريق هذا يتبحر يجعلوا معا يشعل ببرنامج كان الإلكتريفكاسيون صغار كان لسيستام تضخط الماء كان مثلا في المركز تنمية عدة مشاريع في هذا يعني على السيستام صغار يعني يبدأ قبل لماذا تأخر لماذا تأخر سهل كنت تزين الكيلووات ترجي من الغاز من السينارجية الأحفورية تسلك فيها بربعة دنانير كيف تحوصي على المواطن يروح للطاقات المتجددة نعم المستحيل لذلك كان دعم ترجع للطاقات الأحفورية تسلك فيها بربعة دنانير طيب هنا لو نتحدث عن استثمار على الحكومة ذركها في 2011 يعني مواطن بعيد نوعا عن الطاقات المتجددة نتحدث هنا لا كنقولك المواطن الدولة هي قاعدة دعم في الكيلوواتير دونك ما عندهاش أهمية بسكو القاز كين والبيترول كين هذكي اللي تقلينا نقمة كما كانش عننا البترول والغاز عرنا ودرنا في التاقات المتجددة في 2011 داروا سياسة دارها بور لبروجيه القبار لسنترال توسع مالورزمون المشكلوين ستقدر ما كناش مهيئين بسكو دول مثلا الخارجية دول العالم الأخر وش يديرلك أولا قبل ما يبدأوا احنا يتسرعنا شوية يديرلك على الأول دراسة وش يقولك دراسة مدى استعداد كل المتداخلين في الطاقات متداخلين خاطية غير وزارة وزارة تاق بسكو وزارة تاعملك انسنترال يجيو يعملوها في تيران يقولك تيران هذه تالعروش لا نقدرش ندير وفاها دونك وليا تفاها مشكلة خلاف دونك كين وزارة الداخلية امبليكي وزارة المالية وين كان التمويل امبليكي دونك لازم يديرلك دراسة كاملة لك كاملة مواطنة مثلا أنا مواطن نحاوس ندير طاقة ليا في داري ما ندير درواء وعليه ما نقدر بسكو كي في فرنسا وغيرها يبدو ليه يعني يمونت دارو ويبعثوا مثلا يبيعوا الشبكة وفيس فرسا وين يكون عندك انديفيسيت تشري كو جاو يديرها لنا ما نقدرش نديرها بسكو كاملة كاملة تتفقون في نفس الرؤية طيب هنا أستاذ حسني نتوجه إلى الحكومة التي تدعو المستثمرين الخواص لاستثمار في مجال الطاقات المتجددة لكن فيه بعض المستثمرين اللي دخلوا المجال متخوفين من مشكل تسويق منتجاتهم الحكومة تدعوهم في نفس الوقت ولكن المستثمرين عندهم مشكلة تسويق ما هي الضمانات التي تقدمها الحكومة لتجيعهم في البقاء في هذا المجال والاستثمر في هذا المجال لما تكلمي على المستثمرين بغيتك تفسري هذا النظرة شكون هذا لأن المفاعلين في الميدان الطاقة المتجددة لحد الآن مجهورين لما نتكلم على شكون هذا المفاعلين كان بعض الخواص لدخلوا المجال أقبل كل شي تبدأي بالهيئات الحكومية حكومية نعم الآن تنقض عندنا مرة تابعة لوزارة التاقة مرة أخرى تابعة لوزارة البيئة وفي الحق ما كاش يعني المقابل لما يجي مستثمر يزمو يصير واحد يتكلم معه واحد يتكلم على جميع الجانب تابع لهذا المشروع الذي ربغنا استثمره فيه استثمره هذا غير موجود هذه المشكلة ثانيا العلاقة الموجودة استثمار فيما يخص للتاقة الموجودة الجديدة غير بعيد من الاستثمار العام لأن وأنا نلاحظه بني ما زل كارين بعض من العلاقات اللولة التي تلحقي إليها هي هذه مشاركة قاعدة الاستثمار والاستثمار في التاقة تاقة مستثمة عام قولي هذه ملايير دولار شكون لي يأخذ يعني راي باش يستثمر وبدون ما يتحكم على تسيير المشروع ملايير دولار شكون هذه أولا مشكل ثانيا عندك الصرف للشانج تعالى الآن الأزمة الاقتصادية هنا فيها رايك تشوف في الدينار كيف ينخفض كيف ينخفض يرتفع وينخفض مع قيمة الدينار متهوية تريد وهذا غير مقبول من أي مستثمر زيدي الآن المشاكل بتاع الإدارة والبيروقراتية التي هي موجودة زيدي نقول أنا نطلب منهم باش يقوموا باستثمار في الصناعة في الصناعة التاقة المتجددة باش يستثمر في الصناعة التاقة المتجددة بالأقل تضمن سوق والآن لا يمكن أن يأتي على مشروع حتى ربعة ميجاوات هذا غير كافي غير غير كافي زيدي الإدارة الإشاعة ضياف برنامج برنامج الطاقة المتجددة في فاق 2030 اعتمد على خليط من المصادر المتجددة مع الإبقاء على نسبة مهمة من المصادر التقليدية ما هو النموذج الطاقوي الأمثل للجزائر هل البقاء في الطاقات التقليدية أم التوجه إلى الطاقات المتجددة لا هذا مفرغ منها مفرغ منها لازم يكون ميكس سينرجيتي يعني خليط خليط مزيج ما نقدرش نستغنى على الطاقات الأحفورية المستحيلات الحالة لكن الطاقات المتجددة عندها كاركتير اليطوار دونك بوريتر سير 100% باللي تكون عندك يعني طاقة في الدار ما هي نسبة التي يمكن اعتمادها هنا يعني أنا في حسابي على حساب نشوف بالك لنكون مخالف ميسيو حسني سنته برؤية رأي سيد حسني أنا نشوف باللي على حساب الدراسات لكينا وعلى حساب المشاريع لكينا مالقرية كينا كينا دول كبيرة لعندها نفس المناخ يعني نعم لقوا باللي سعر الكيلووات المنتج يعني ذركها في الحالة هادية كين بيوماس هو الموانشير وكين يعني الوحدة الحيوية التاقة الحيوية وكين لي وليان يعني يعود مثلا في الأرض مش هف الوفشور الوفشور مش في الانشور يعني على الأرض مش هف البحر وكين الفوتوفورتائيك لسياس بي يبقى دائما غالي يعني لهذا السبب عنا نشوف باللي الحكومة الجزائرية كي دارت باللي عودت لبروغرام زائتي ريفيزي كانت على الأولاد 6.2 براسك 70% كامل سياس بي دونك عودت تشوفها باللي يعني منطقية بسكبقها غالي طيب هل لديك نفس الرأي طبعا لا ما شاطروش في هذا الرأي لأن أنا أنا منذ 2004 في هذا المدال وكنت مع خبرة من العرب لتبعوا تطوير هذه التاقات في جامعة البلدان تا المغرب والشلق وهذا لحقني حتى الآن كتاب على المستوى الأوروبي راهو الآن مثبت لما نتكلم على المجد التاقوي والمزيج الاستيران نبدأ نبدأ وشوف القدرات التاقوية الموجودة تشوف الجزائر الجزائر عندها ما خص التاقة الشمسية الحرارية تقريبا 45 ألف مليار مات مكعب سنويا فهمت وش حاب يقول 45 ألف مليار مات مكعب سنويا وحنا المخزن الغاز الطبيعي ما راهو إلا 2700 ألف الغاز السيخلي راهو 22 ألف مات مكعب أنا نتكلم لك على 45 ألف مليار يعني أكثر من زوج مرات وش نقدر وننتظر من الغاز السيخلي كيف تقدر تغفل على هذه الأمكانيات القدر هذه القدرات التقاوية لأن نتكلم على الأسعار تكنولوجية نعم حاليا المشاريع التي سنطلق هذه السنة سنطلق أكثرهم طاقة الشمسية حرارية في الخليج في المغرب لكن هنا نتحدث عن جزائر كلفة الاستثمار ربما في هذا المجال هي للا تزال ربما مكلفة وبعيد أنا أغنى لا أسنان دعني نكمل الآن لما تكلموا على أسعار لما أسعار هي يجب أن تعرف بالتاقة الشمسية الحرارية الآن كانت غالية في وقتها لكن الفوتوفولتايك عنده تقريبا عشرين سنة ولتسنة خبرة وتطوير والحقنا الآن التكنولوجية الفوتوفولتايك ما تقدرش سمحنا باش نستمروا في الصناعة لأن الصناعة تغير كل سنة ولكن التاقة الشمسية الحرارية ما تتغيرش ونقدر إحنا نقوم بالصناعات تقريبا سبعين في المية من الأجهزة تابعة التاقة الشمسية الحرارية وش هنقوله هنقوله قبل كل شي الراي الأخير يبقى للمستثمر ولكن المستثمر نقوله أنه مخاش المستثمر هو لخير التكنولوجية اللي تسمح له باش يكون التكليف هل عندنا الخبرة الكافية طبعا عندنا وحدة تحصل بلا حتمنا بها فيما يخص التاقة الشمسية الحرارية ورعنا الأمثال رعهم موجودين غير ديراننا كما نقوله رعهم معنا الآن الشي راو تثبت والآن استثمر وش يجب نحن 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 نعطي الحرية المستثمر المستثمر ما يقدرش يكون نحن ما عنا امكانيات مالية هذا مستثمر خارجي أولا يقدر يعني مشاركة مع مستثمر وهما خذهم هما يخيروا التكنولوجيا للعزمة ولكن لما نتكلم عن المزيج التقاوي لانا يزم تبدأ الاستهلاك التقاوي الاستهلاك التقاوي الآن حاليا راه سبعين في المئة حرارة ثلاثين في المئة كهرباء الفوتو فوتو لا يرطيك إلا الكهرباء الاحتياج التقاوي التاعك ما راهيش كهرباء الآن لما نقول نحن مربوطة لابد نستعمل الفوتوفولتايك لكن يدخل فينا ولكن الحظ للتاقة الشمسية الحرارية راهو أكبر لأن الاستهلاك الحراري راهو سبعين في المئة طيب هنا سأعود إليك وصلت الفكرة السيدي الأستاذ قال أنه عندنا الخبرة الكافية ولكن بعض الخبراء أو بعض الفاعلين في المجال يقولون أنه ما عندناش الإمكانيات والخبرة الكافية ومعاهد متخصصة أو اللي ربما تساعد في تطوير هذا الشيء في أي مجال في مجال طاقة المتجددة عنها الخبرة وخاصة عنها الخبرة يعني نحن في مجال طاقة المتجددة أنا في 1980 سأصى في بيرسك وحد قدها 40 سنة 30 سنة 40 سنة نحن في المجال إرادة 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 نرجع دائما نفس الحكاية على الشبس الحراري الـ CSP هذه دونك أنا معها سيحسني في شيء أنا 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 نلغي الـ CSP من البرنامج أنا أنا 100% يجب أن يكون مزيج لكن تحضر الحكومة ترى أين هي الـ الـ في الوقت ترى الفوتو الفلتائيك هو الموان شار كيف هنا يجعل الموان شار لذلك 3 دينار مثلا 3 دينار 2 سنة أو 3 سنة ونستخدم ونستخدم في حاجة 8 سنة لا 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 لذلك في الوقت في 2020 يجب أن على الانترنشن المستخدم الـ CSP الحراري لا يقوم 5 أو 6 جيجا الفوتو الفوتو الفلتائيك 200 الأولياء 400 لذلك لا يقول أن هذه الدول كلها غالطة مالغري هنا نفس الدول كما نحن هنا لذلك أنا أريد أن نبدأ الفوتو 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 الفلتائيك ومالغري في الـ CSP في 2020 و2022 ومالغري لا طيب هنا أستاذ دكتور حسني لإيجاد ربما حلول نهائية لهذه المشاكل والتساؤلات والإشكالية التي رهي على مستوى الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة ألا يمكن الذهاب إلى جلسات ربما جمع أهل الإختصاص ربما لإيجاد حلول جدرية لهذه المشاكل وتحقيق الهدف الذي تسعى إلى تحقيقه الحكومة هذا الشيء نطلبناه ولكن اليوم لن تتلاقي كان حوار حول هذا الشيء أمس كان نفس الحوار في مكان آخر ولنرى اللقاءات رهي كثيرة في هذا يعني لاهتمام بهذا المجال رهي مبين ولكن الإرادة الآن مدام نقعد متحكمين بتبعية أسعار بيترول ما ندير حتى شيء طيب هذا الشيء لما باش تكون كائنا الإرادة لابد نأخذ الآن بالعين احتباط جميع العراقين اللي رهي موجودة طيب وصلت نقبل الحكومة تقول هذه أرخص من هذه ولا هذه لأن هذه تخلي تفكر الحكومة هي رح تقوم بالاستثمار ورعنا عارفين بالله خير قادرة رح تقلب الآن مدى في استعداد أنهل تقسكم يعني أنا نقول ونحن ما نطلبه ما كان لها نتكلم على أن نفضل هذا على هذا خلي الاختيار للمستثمير هو اللي رح يأخذ المسؤوليات ما تقدو تفضل عليه أي شيء طيب شكرا لك ما رأيك سيد بوضياف هل أصبحت ضرورة الذهاب إلى لقاءات بين الفاعلين في المجال لإيجاد حلول حتمية لقاءات أو في الشهر كان ينزوج ثلاثة لقاءات يعني اللقاءات أو المناسبة كان لسام ديهادية كان لقاء في وزارة الداخلية وبالمناسبة نحي وزارة الداخلية في الطاقات المتجددة عندها مبادرة جيدة جدا راح فيه استعداد من طرف الفقوم طيب من ناحية نجاعة التقوية ولا من ناحية الطاقة الشمسية وهنا نقدر لهم التكوينات على مجال على جميع الولايات يكون أشخاص شكرا جزيلا لكما إن شاء الله نلقى حلول لهذه المشاكل وتتحقق ما قلتم أنه لن يتحقق إن شاء الله تحدث المفارقة ويتمثل شكرا إن شاء الله شكرا جزيلا لكم شكرا لكم مشاهدين على طبيعي المتابعة سوف أفترككم إلى اللقاء شكرا لكم شكرا لكم